مرة أخرى بس أنا أسأل الدكتور خالد الدكتور خالد معالي الناب بتقول حاجة مهمة أوي في منتقى الأهمية هل إحنا مؤهلين كدولة بجميع مراحل سواء التمريد والأطبة ورفع كفاءة الطبيب ورفع كفاءة التمريد ومنظومة كاملة هل منظومة كاملة الدولة مساعدة لها ولا إحنا خدنا الكثور وخدنا الهوامش واشتغلنا عليها لا إحنا عندنا طبعا كل الناس تعلم أن هناك مشكلة في النظام الصحي حاليا وعندنا حلول مطروحة للصحة في مصر قررها نواب الشعب عن طريق تطبيق التأمين الصحي الشامل لاستجابة قانون مكمل للدستور لأن دستور نص على ذلك أن الصحة في مصر المفروض أن تقدم في صورة تأمين صحي اجتماعي شامل ممول باشتراكات تتراوح مع الدخل كأنها ضراب خصصة للصحة ده نص دستوري وعلى أساسه تم كتابة قانون التأمين الصحي اللي صدر في يناير الماضي وهناك يعني إحساس أن هناك إرادة سياسية لإحداث حراك في النظام الصحي المشكلة أن ما نراه لا يسير في الاتجاه اللي إحنا كنا متخيلين وأن يصدر قانون التأمين الصحي فتتسرع الخطة لتطبيق التأمين الصحي اللي هو يقوم أساساً عكس ما يتخيله البعض على تقليل احتياج المواطنين للمستشفيات هو بيقوم أساساً على نظام طب الأسرة وأن يكون لكل مجموعة من الأسر حوالي يعني من ألف إلى خمس تلاف أسرة حسب المكان يكون لهم طبيب أسرة عندهم فيلات لي بيلجأوا إليه في كل الأحيان حتى لو هم مش مرضى في كشوف دورية للوقاية وللتأكد من عدم موجود أمراض لاتخاذ إجراءات الكشف المبكرة عن بعض الأشياء في أوقات معينة إحنا عندنا بعض الصور اللي موجودة في المستشفيات وشايفين قطط وشايفين حاجات طبعاً ده مستوى النظام الصحي الحالي وده نتاج مش بتاع النهاردة ده نتاج عشرات السنين من عدم موجود تناسب في الخدمات الصحية دكتور خالد الدستور كان بكرر أن ميزانية من ميزانية الدولة للوزارة الصحة هل ده تعمل؟ فكرة أن هناك نسبة محددة من الموازنة العامة للصحة فكرة لم تعد هي الأساس في تقديم النظام الصحي زي ما قلت لحضرتك أن بالأساس المدى الساعة عشر نصفها الأول بيتحدث بالتفصيل عن نظام تأمين صحي تمام ويقوم هذا النظام على اشتراكات وعلى رسوم وهتبال حضرتك بإضافة ذلك هيكون هناك جزء طبعاً من الأنفاق العام لمواكبة زيادة عدد السكان والاحتياجات للخدمات الأساسية اللي هو الجزء اللي هيفضل الدولة اللي لازم يفضل لها زراع في التحكم في النظام الصحي لأن هذا أمن قومي لازم تملك على الأقل أكتر من 60% من مؤسسات خدمة الصحية زي ما هو موجود في كل بلاد العالم اشتركوا في القناة